الغريب أنه بالرسالة يقولون من رادة ويمشون بعض الشغلات خلي أقرى النص حتى لا يباشر عقبة يشتكون الإخوة يعني أنت تعتقد أنه الشكوى في طريقها لا هم اشترطوا أنه إذا اطلعنا ووضحنا هم يقولون اعتذار أنا ما اعتذر عن شي قلته إلا إذا أكو اشتباه بسيط وهذا بسيط قبل أن تقرأ النص أنا فهمت خلال حديثك أنك لم يوحى إليك أو يهمش في إذنك بل أنت كنت قريبا مما كان يجري نعم أحسنت وما خفية كان أعظم هم اللجنة في هذه الرسالة اللي وزعوها جدا مهم أتمنى الأخوة يقرؤوا هو يقول لقد برزه هم يقولون الموقعين 17 طبعا هم 90 هم 90 بس اللي موقعين على الوثيقة لأن يعرفون مو كل مو كل مو كل في جعبتك نعم طبعا أنا ما أذب أوراقي هالشكل أنا أنا أذب أوراقي في الوقت المناسب وأنا أظل على أن أقول عاد الإمام رايحة قية رايحة قية طبعا خليك رايحة قية وتحصل مقابلة علينا سرع يعني نبارحة مقابلة واليوم مقابلة وباش نقا ونسبت لك مقابلة تدري هذا ما الانتقابات يعني يهتين ويا غيري يقول لقد برزه هم يقولون في كلمتهم عيني هاي لو أنا حاتيها كان الدنيا نقلبت لقد برزه في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة أو اللجنة بشكل أصح وهي تقترب من الموعد المحدد لتقديم المسودة في 15 آب 2005 نعم دور حاسم موازي موازي لنشاط لجنة كتابة الدستور دور موازي للجنة موازي يعني دور حاسم فشي برز يقول تمثل تمثل في تولي قيادات الكتل والأحزاب خارج قبة البرلمان شوف وخارج نطاق عمل لجنة كتابة الدستور التفاوض والاتفاق التفاوض والاتفاق ما نريد أشير خفهم يزعلوني الجماعة لا لا أشير ما أشير أضبط الاتجاهات كتابة الدستور التفاوض والاتفاق على القضايا الرئيسية ليس القضايا الهامشية لا القضايا الرئيسية لا سيما تلكم المنطقة تلكم المتعلقة بالصلاحيات الحصرية المشتركة وصلاحيات الأقاليم فالجماعة أنا لو كنت عضو لجنة كتابة الدستور ويقول له وأنا عضو في الجمعية يعني عضو بالبرلمان ومسؤول عن الكتابة يجي واحد يقول لي وخر أكو يجي غيرك بالقيادة هو يعدل أكو أشياء أنت ما تقدر تسويها لأن مطلوب أن تسويها منين مطلوب علامة استفهام وخروا هو يقول يقول وخرونه وبدوا يدخلون زعماء الكتب أنا بالنسبة لي كان ما أقبل أنا كنت وزير داخلية وعندي حزب هو المجلس الأعلى برئاسة المرحوم المجاهد السيد عبدالعزيز الحكيم وكنت أتواصل ويا باعتبار هو كان عضو في اللجنة بس ما يحضر السيد عبدالعزيز نادرا من يحضر يعني فكنت أتواصل واخلي بالصورة عن ما يجري عن الأمن وعن كتابة وما أسمعه من الضباط الأمريكان والبريطانيين الأمريكان قالوها بصراحة إلي نحن ردنا نقدم فلوس يعني مصاري للجنة مكافأة مو إلهم لجنة كتابة الدستور لدعمهم